موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام وتطيع جديد عبر النيل مباشر لثلاثة ملفات معنا اليوم الملف الاول رئيس الوزراء يؤكد ان مشاركة مصر بمعرض اكسبو دبي تعكس ثقالها التاريخية ومكانتها الاقليمية والعالمية وشكري يؤكد مجددا موقف مصر الداعي لخروج كافة القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا اما في الملف الاخير معنا اليوم في النيل مباشر فهو عن انطلاق اعمال قمة العشرين بالعاصمة الايطالية روما لبحث قضايا المناخ والاقتصاد واللقاحات موسيقى نبدأ الملف الاول حيث اكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلماته على هامش مارض اكسبو 2020 دبي اكد ان الحكومة حرصت منذ بدء الترتيبات للمشاركة في مارض اكسبو 2020 دبي ان تكون مشاركتها متميزة للظهور بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وثقالها على المستويين الاقليمي والعالمي وتاريخها العريق حرصت الحكومة المصرية منذ بدء الترتيبات ان تكون مشاركتها في الدورة الحالية للاكسبو متميزة من كافة الجوانب سعيا للظهور بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وثقالها على المستويين الاقليمي والعالمي وتاريخها العريق بين دول الشرق الاوسط وقارة افريقيا وقد حرصت الحكومة المصرية على ان تكون المشاركة متنوعة بحيث تستهدف مختلف الاهتمامات البشرية وكافة المجالات التي تهم الانسان لذلك فقد استلهمت مصر فلسفة مشاركتها من موضوع الاكسبو لهذا العام وظهر الجناح مستعرضا الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل ووجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لقيادة وحكومة وشعب الامارات بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على تأسيس اتحاد دولة الامارات اود ان اتوجه بالتهنئة لدولة الامارات العربية الشقيقة على التنظيم المشرف والاستضافة المبهرة للحدث العالمي اكسبو 2020 دبي والذي يعد حدثا استثنائيا بالنسبة لنا نظرا لانعقاده لاول مرة في دولة عربية شقيقة تربطنا بها علاقات وطيضة واستثنائية فضلا عن انعقاده في فترة شهد العالم فيها تحديا جديدا من نوعه الا وهي جائحة كوفيد ناينتين وتجدر الاشارة الى ان قرب موقع الجناح المصري من موقع جناح دولة الامارات يعكس مدى الترابط الاخوي بين الدولتين الشقيقتين كما يسعدنا توجيه التهنئة لقيادة وحكومة وشعب الامارات الكريم بمناسبة اليبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على تأسيس اتحاد دولة الامارات متطلعين لاستمرار التقدم والرقي والنجاح في مسيرة البناء المستدام لدولة الامارات مشاهدين الكرام ونتحول الان الى دبي وبالتحديد الى معرض اكسبو 2020 دبي حيث استقبال الفولكلور المصري في الجناح المصري المشارك في اكسبو 2020 بدبي ترجمة نانسي قنقر 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 مشاهدين الكرام نستكمل هذا الملف الأول في أنير مباشر وهو أيضا عن زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات وأيضا زيارته للجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي حيث أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن ساعدته بتدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في معرض إكسبو 2020 دبي وأكد أن شعار الإكسبو يعبر عن تواصل العقول وصن المستقبل بعمق تعبير عن خالص شكري وتقديري لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة للوفد الرسمي المصري الذي يتشرف أن يكون هنا اليوم لنحتفل معا باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي وانتهز أيضا هذه الفرصة للتعبير عن الشكر والتقدير للمكتب الدولي للمعارض على الجهود المبزولة والتي ساهمت في إخراج هذا الحدث العالمي بشكل مشرف السيدات والسادة يعبر شعار دورة الإكسبو لهذا العام تواصل العقول وصنع المستقبل بعمق عن ضرورة تكاتف وتضافر الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية فقد وهب الله وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم أهلا بك حضرتك دكتور أولا أهمية المشاركة المصرية في معرض إكسبو 2020 دبي هذا العام طبعا نعم بالفعل هنا بنتحدث على مدى أهمية المعارض الدولية والمؤتمرات في الترويج للدولة المصرية بنحضر مصبير يمكن من أكبر الأجنحة في المعرض اللي هو يعني إحنا التوقعات إن عدد الزائرين لهذا المعرض الكبير يمكن نتجاوز الملايين وده منقدر نقول عليها فرصة جيدة وممتازة للترويج للملف الاقتصادي المصري خاصة أن السيد الرئيس الوزراء تحدث اليوم هو السيد الرئيس الوزراء المعنيين بالأمر في يعني التحديات الاقتصادية والإجراءات اللي أمد فيها الدولة المصرية علشان ترقع من معدل النمو خاصة الإطلاحات الاقتصادية ونحن هنا بنتكلم عن فرصة ترويج الملف الاقتصاد المصري وأيضا نشر الضقافة المصرية والسنكولور المصري الشعبي وطبعا إحنا يعني هذا المعرض الهام بيستخدم التكنولوجيا الحديثة والأدوات الحديثة في الترويج للدول المشاركة في أرض المعرض شاشات عملاقة ذكية ترويج وعرض صور وألوان بلسية الأمعاد للحضارة المصرية والمتاحب والأهرامات وأنا زي محفظه طبعا أن هنا يفتح المجال للزائرين المعرض اللي هما مطلوب مصر قبل كده أن هما يشجحهم ويخليهم أنهم أموت اليوم اللي يمشون من طور مصر المعرض هو جلسين السياحة أننا من نتحدث عن سياحة المعارض والسياحة المؤتمرات وهذا أصبح مهم جدا من المهم جدا من الأدواء السياحة الهمة والهديثة اللي هي كتباليها اللي اعتقدتها بشكل مستمر أيضا يعني نقدر نقول من كلمة رائحة المزارة ونجد الزادة وزراء المعاليين ممكن تفتح في المجال بصريحة مدينة من الخرق الماريين في البطاة المصر الدكتورة نيفين جامعة وزيرة التجارة والصناعة قالت بأن عدد زائر الجناح المصري حتى الآن أكثر من 150 ألف زائر ومن المتوقع أن يصل بنهاية المعرض إلى أكثر من مليونين ونصف مليون زائر أهمية هذا العدد الضخم مئات الألاف من الزوار يزورون الجناح المصري ما الذي يقدمه الجناح المصري وما الذي يمكن أن تحصل عليه مصر من جراء هذه الزيارات التي يقوم بها مئات الألاف إلى هذا الجناح طبعا إحنا هنا يعني زي ما قلت في الباية الكلابي هي يعني نقطة لنشر الثقافة المصرية نقطة مضيئة لنشر الثقافة المصرية والترويق للمقاصد السياحية المصرية بشكل حديث إحنا يريد أن نستخدم الأدوات الحديث أو المقاصد السياحية المصرية سواء المقاصد السياحية الأسرية وأيضا حتى الشاطئية وحلافه نحن نروض لمصر في إحدى منارات الحضارة في أفريطيا وفي منطقة الشر الأوسط وطبعا يعني العلاقات السياحية والمقاصد السياحية أيضا مع المرات يعني هي اللي فتحت المدال والطريق اللي يكون فيه جناح متميز للدولة المصرية نجف جوار عدد كبير أيضا من الدول اللي بتشارك في المؤتمر يمكن بينفذ أو بيتم يعني هذا الحدث الطاق والعملات بيحسس كل بلع السنوات مرة يمكن كل قامل سنوات مرة وبيستمر المفترات طويلة ده يعني نقدر نقول عليه أنه هو يعني بشرفع أيضا اللي احنا ممكن يعرض أكبر وبيعرض مبادرات اللي احنا ممكن في يوم الأيام نقدر نوصل نزخ ندموع شبيه للطاق المعارض في مصر وبالنهاية ده طبعا نازل نقول ده طبعا يعني ويجيب انتفاسه على نقش السحافة المصرية والترويج للمحاصف الصحيحية المصرية تمام لقاء رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع نائب رئيس الامارات رئيس الوزراء حاكم دبيا شيخ محمد بن راشد أشار إلى سعي مصر وأيضا الشيخ محمد بن راشد أشار إلى سعي الامارات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والامارات وتقويتها في رأيك وعلى ضوء هذه المشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020 ما الذي يمكن أن يبنى عليه من الآن لما هو مستقبل العلاقات المصرية الاماراتية نحن طبعا زي ما بقول دايما أن العلاقات المصرية الاماراتية هو نموذج يحتاج به في العلاقات العربية العربية التعاون بين مصر وبين الامارات أكثر من المجال وفي أكثر من تقصد الامارات من الدول الملق الاقتصادي دايما يكون لي أهتمام كبير جدا يعني ها دولة بتسعى أنها تنوع مصادر ده لها الاقتصادي بتستثمر في عدد كبير من الفضاعات بتستثمر في الصحة بتستثمر في التعليم والجامعات الخاصة في مصر بدايما يعني في استثمرت المصرقة الأقتصادية الخاصة للجواز الشرطة دخمة في مصر طبعا وطبعا ده بيتثابت يعني وده كان يعني ليه إردلاطات أخرى في الانتباعات الأخرى أيضا للأقتصادية المرأة دايما بتتسع عنها وتتبحث عن فرص التمارية وفي المنطقة الجدي الأولوية لأنها تستثمر في مصر لما تتمشع عليه مصر من فرص التمارية كبيرة طبعا أيضا احنا المؤتمر ده بنستغل لأن احنا بتحاول نرود بتحاول نبحث وتحاول نعرض الفرص التمارية الجديدة كمان اللي احنا بنطرحها للمستثمر اللي احنا كل مدى ببنبطيب نطرح تبعات جديدة مرحب طبعا احنا في الفترة الأخيرة يمكن مصر مشدة مكتمة في مجالات الضاقة في صديقة البيئة زي الفدروجين الأخدر وفلاكو وبالتالي طبعا يعني الإمارات من الزول اللي هي نتحاول تبحث بالاتمارات في الضاقة النظيفة ومصر بطرحها نفسها اللي هي عندنا سلطانيات المتاحة منطقة جديدة ومتجددة ومياه وخلافه وده كل هذا طبعا ينعفل على حد المرات الوقتية للمصر بفترة الأخيرة دكتور كريم مصر ليست الدولة الوحيدة المشركة في هذا المعرض تشارك في هذا المعرض أكثر من 190 دولة يعني هناك تنافس بين كل الأجنحة الخاصة بكل دولة وكل دولة تسعى إلى تقديم نفسها ويعني أن تحصل أكثر قدر ممكن أو أكبر قدر ممكن من الاستفادة في رأيك أبرز الأجنحة والدول التي تنافس مصر في هذا المعرض وأيضا أبرز عناصر القوة التي يقدمها الجناح المصري في إكسبو 2020 لا طبعا إحنا هنا ما نقدرش نقول إن الدول دي لتنافس بعض يعني كل دولة بتعرض ومتميزة يعني المعرض دي كل المعرض الجناح كل دولة لها الجناح وبتستيطة تعرض بالجناح بتاحها اللي بتميز بيه فقفتها وبالتالي فقفت الدول ومخصطة من الأمور المتحدة بالحضارة بتختلف من دولة لدولة يعني مصر عندها حضارة لا يمكن لحنا أحد أبدا أن ينفسها فيها احنا عندنا حضارة وحضار ومكاس السياحية غير متوفرة لأي دولة في العالم كل دولة بتستيطة تعرض تقفتها وإن شيء اللي هي بتتميز بيه وبتشتهد بيه كل معرض وكل جناح ليه البلد اللي يميزه وحنا مصر بتقدم اللي هو تتميز بيه وفيه حتى استمام أو فيه حضور قوي من المسلمين المسلمين على رأسهم رئيس الوزراء هو في الاخر يعني أحنا أبدا يستيطة نوضح اللي موجود عندنا منصفات ونروغ ليه المقاس الساحية اللي عندنا بشكل كليف أصلا يعني نقول إنه مصر واحدة الأمن والأمان واشنا حتى مع الغاء التعامل بقامون الطوارئ في الفترة الأخيرة اللي كان مهمت بضعة أيام ده مفتوض يشكع السياحة بشكل كليف تمام وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان ابن مبارك النهيان أشار إلى أن التعاون والتواصل بين البلدين يفتح حقبة جديدة من الرؤية والفرص التي تؤسس للمستقبل في رأيك ما هي شكل أو طبيعة الحقبة الجديدة التي تتوقعها في العلاقة بين مصر والإمارات وأبرز مجالات التعاون بين الدولتين طبعا يعني إحنا إحنا زي ما قلت إن يعني حقم التجارة بالمصر وبين الإمارات يمكن حصلوا تطور في الفترة الأخيرة كمان على الجانب الأخر زي ما قلت يعني أن المرات من التوالي اللي تتامل بشدة من المرات يعني تحاول تعمل مرات كبيرة في مجالات كثيرة ومتعددة خارج أراضي الإمارات يمكن كانت يعني كانت شرافة كانت بين صندوق مصر الزيادي وبين صندوق أبوظبي أو هيئة أبوظبي بشدة مرات ضخمة أيضا الإمارات من التوالي اللي تتامل شدة بالإمارات في مجال الموالي المصرية بالإضافة على أن يعني كان فيه في الفترة الأخيرة مرات ضخمة إماراتية ضخف في مجال الصحة وفي مجال التعليم ثم يعني يتمره في مجال الجامعات القصة والمستشفيات بالشكل كبير يعني ومسلط بالنظر فيها الفترة الأخيرة بالإضافة إلى أن طبعا يعني في مجال التكنولوجيا للتصالات والمعلومات يعني أحد أكبر شركات المحمول في مصر هي شرصة إماراتية وبنوك وخلافه طبعا يعني مجالات التعاون الكثيرة وعزة بين الزواليين وأن حضور مصر بجنات متمين في أزال مقامات دوع من أنواع تكليل للعلاقات الأشغالية الجيدة التي تتطور بشكل كبير بين مصر والمراكس أيضا مصر تسعى إلى تقديم نفسها أمام الزوار كوجهة استثمارية وأيضا الترويج إلى مشروعات قومية أو أماكن ومشروعات كمنطقة قناة السويس الاستثمار في البنية التحتية وإلى ما ذلك في رأيك إلى أي مدى ستكون مصر قادرة على تقديم نفسها كوجهة استثمارية مشجعة للمستثمرين للقدوم إلى مصر خصوصا أن هناك العديد من الفعاليات السابقة التي شاركت فيها مصر في مختلف دول العالم وفي فعاليات مختلفة أيضا الزيارات التي يقوم بها المسؤولون المصريون إلى الخارج إلى أي مدى ستكون مصر والجناح المصري قادر على تقديم مصر كوجهة استثمارية يعني محفزة للمستثمرين للقدوم إلى أراضيها طبعا يعني أنا برضو نقول أن معرض دا هو معرض دولي عالمي دي صفقة دولية قوية بحضور قوي ومؤثر من رجال الأعمال وبنسبار المسؤولين أنا فقط في الإمارات والتي أيضا في العالم نحن بنعرض بالفرص الإمارية ومصوص للمحاصر السباحية المصرية بتكل حديث ووهم جدا كمان أنت في خبرة مشاركة بالنوع دا من المؤتمرات في خبرة بيوبا للاستسبها الجانب المصري من المشاركة بالنوع من المؤتمرات دا مثلا مصري قال إنه مؤتمر كبير وليه وضع من أهم المؤتمرات على المستوى العالمي كمان يعني دا برضو بتقول عني بيحاول مفضل من المسؤولين ينمي ويقوي أفجار من أوصل العلاقات بين مصر وبين الإمارات ربطة يعني أن يمكن مصر أكثر مطلقي للإمارات في خرق أطرقيا والإمارات يمكن أكثر مطلقي للإمارات في أشرف على الأوصل وبالتالي يعني هنا إحنا بنقول إن دا بيستحج مجال مزيدا من الشركات والتقدلات ومزيدا من رقص للإماراتية أو مستمرات مشتركة وعمل مساريع مشتركة بالجانبين تمام دكتور كريم أخيرا كأستاذ في الاقتصاد السياسي ما الذي تتمنى أن تحصل عليه مصر من هذا المؤتمر إكسبو 2020 دبي يعني احنا هنا بالقول أننا زي ما قلت أنه ده بيبطي خبرة بيستثبها الجانب المصري بالمشاركة بالمؤتمرات الكبيرة اللي من النوع ده أيضا احنا بالاستمام بالجانب الثقافي والتريوز للثقافة المصرية مهمة جدا بالمؤتمرات اللاقة الحضور القوي والمهم جدا والمصف بالنظر خاصة بعد جاية الكورونا اللي حصل فيها توقف كبير في الفترة الأخيرة ده برضو بيكون فيه النكسات الجيدة اللي ليس فقط الانتفاراتيين اللي هم يعني شاوك الجراح المصري لكن يعني هم كبار من مختلف جوانب العالم ولا زال يعني أنا عايزة أقول يعني أن الفرص الانتفارية أو الترويج من الفرص الانتفارية والفضعات المصرية ده محفوظ لا يتوقف في مؤتمر واسد ولكن يعني يجب أن يكون لدينا متى جيدة في النوع ده من المؤتمرات بأي مكان في العالم خاصة أن السعودية كانت قدمت أن هي عائلة التصديق في 2030 وعن أتمنى أن يكون الصدور في المصري في 2030 يعني هي كبار من محفظة من الآن ل2030 حتى يكون الصدورنا أقوى وأقوى وفي حاجة الانتفارية تمام دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف مشاهدين الكرام نتحول إلى الملف الثاني معنا اليوم في النيل وهذا الملف يتحدث عن الزيارة التي يقوم بها أو اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية سامح شكري ويان كوبيتش حيث شدد وزير الخارجية سامح شكري مجددا على الأهمية التي تليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وما يمثله ذلك الوجود من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني وتأثيره على أمن دول الجوار جاء ذلك خلال جلسة مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا من جانبه أطلع المبعوث الأممية وزير الخارجية على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية ورؤيته زاء تحريك الأوضاع في ليبيا مثمنا في هذا الصدد استضافة نصر لاجتماعات مجموعة خمسة زائد خمسة وأهمية العمل على حشد الجهود لتلبية تطلعات الشعب الليبي كانت قد انطلقت في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة زائد خمسة لبحث اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش وممثلين عن دول جوار ليبيا وتبحث اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة زائد خمسة خلال اجتماعها الثاني في مصر سبل دعم الحلول السياسية للأزمة الليبية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المقرر اجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبدالسطار حتيتة الكاتب والمتخصص في الشأن الليبي أستاذ عبدالسطار أهلا بك يا مرحبا ما الذي أو ما هو متوقع أن تنجزه اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة الليبية في جولتها الحالية في القاهرة تستطيع أن تقول أن هناك بضعة مصارات يعني تحاول لجنة خمسة زائد خمسة مع المبعوث الأممي مع الأطراف المعنية الحاضرة كممثل عن السودان وعن التشاد وعن النيجر بالإضافة طبعا إلى الدبلوماسية المصرية كل هؤلاء يحاولون السير على عدة مسارات المسار الأول في رأي يتعلق بممارسة الضغط حتى تقوم كل الأطراف التي لديها مرتزقة ولديها قوات أجنبية بالرحيل من ليبيا وهذا يشمل الكل يشمل دول أفريقية ودول من خارج أفريقيا يعني تمكنت خلال السنوات الماضية من إدخال ألوف من المرتزقة إلى الأراضي الليبية الأمر الثاني وهو أمر مهم للغاية في رأيي هو أن اللجنة الخمسة الخمسة يعني عليها أن تحقص مزيد من الإنجازات على الأرض وأعتقد أن هناك محاولة لفتح محور على الأرض مهم جدا محور الهيشة الجفرة وهذا أمر طبعا أعتقد أنه موجود على طاولة المباحثات بالإضافة إلى ذلك هناك إجراءات عملية مع الدول المعنية التي عشرتوا إليها وهي السودان والشاد والنيجر لأن هذه الدول الثلاثة لديها مرتزقة حتى لو كان عددهم قليل لكن مجرد عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى هناك مخاوف من أن يتسببوا في طلاقة الأمنية وإشياء من هذا القبيل لهذا لجنة 5 مع المباحثة الأممي مع الأطراف المعنية تحاول بقدر الإمكان أن تنير الطريق للجنة العسكرية الليبية وأن تساعدها على المضيق قدما لحلحة الملفات العالقة في الداخل الليبي وزير الكاريجية سامح شكري أشار إلى دعم مصر لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا في رأيك ما هي أبرز الجهود التي تبذل من مصر وبذلت أيضا حتى الآن لتعزيز هذا الأمن والاستقرار خلال الفترة الحالية معلوم أن مصر لديه علاقة قوية مع لجنة 5 حتى منذ قبل أن تسمى 5 يعني كان هناك اجتماعات العسكريين الليبيين من الشرق والغرب والجنوب في القاهرة وكانت هناك محاولات ملموسة ومحاولات حفيثة من جانب مصر لمساعدة الأخوة الليبيين العسكريين يعني على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وللأسف شديد تدخلت بعض القوى الإقليمية والدولية لمحاولة عرقلة هذا المصار والضغط على الدولة المصرية طبعا مصر تمكنت عن طريقة دبلوماسية وعن طريق القيادات الذكية في دورة المصرية تمكنت من وضع هذا الملف في أيدي الأمم المتحدة وعيدي البعثة الأممية حتى يكون في معمن من التلاعب من جانب بعض الأطراف الإقليمية المعروفة يعني لا دعي لذكرها اللجنة خمسة ذات خمسة حققت بعد هذه العملية حققت المزيد من المتائج الإيجابية الاجتماعات أصبحت في مدينة سيرت تم فتح الطريق الساحلي هناك تعاون بين ببط من الشرق ومن الغرب كل هذه إجراءات إيجابية لكن أنا أعتقد أن السياسة المصرية ترى أن هناك مخاوف من محاولات البعض الرضوخ لقوى أقليمية تريد المرتزقة تريد أن تشرعن لوجود المرتزقة والقوات الأجنبية وتريد أن تتركهم في ليبيا مرة بالحديث عن الخروج التدريجي ومرة أخرى عن أن هؤلاء جاءوا وفقا لاتفاقيات وقعت مع الحكومة الليبية السابقة وكثير من المبررات هذا من شأنه أن يعرض للعملية السياسية وعلى رأسها الانتخابات ومن شأنه أيضا أن يتسبب في قلاق في عديد من دول الجوار الليبي تمام طيب هل تتوقع أن هذا الملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والعنصر الأجنبية ستخرج من ليبيا قبل أو سيتم الاتفاق على خروجها من ليبيا قبل إجراء الانتخابات في نهاية هذا العام والله هذه رغبة رغبة الكثير من القوى الوطنية الليبية والقيادات حتى إذا نظرت إلى البرامج الانتخابية مثلا للمشاطاء والسياسيين الذين ترشحوا في العديد من الدوائر سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب دوائر الانتخابات مجلس النواد على رأس أولوياتهم إخراج المرتزقة من ليبيا يعني خروج المرتزقة إرادة بدول الجوار يعني دول الجوار الليبي كلها بلا استثناء تدعو إلى إخراج المرتزقة وخروج المرتزقة لأن وجود مرتزقة وقوات أجنبية في دولة مجاورة يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى قلاق الأمنية في دول الجوار كذلك هناك أطراف دولية يعني مع خروج المرتزقة لكن لا ننسى أن هناك قوة كبيرة تحاول أن تلوي ذراع الحقاق وأن تحاول أن يستمر المرتزقة في الداخل الليبي طب حتى نوضح للمشاهد الكريم ما هي هذه القوة التي تود أن تبقي عناصر أجنبية أو عناصر من المرتزقة في أو على الأراضي الليبية يعني لا يخفى لأحد أن هناك لبي فيه جماعة الإخوان تنظيم الدول لجماعة الإخوان بما فيها جماعة الإخوان الليبية بالتحارف مع النظام التركي مع أطراف في تركيا للاستمرار الاستمرار المرتزقة تعلم أن من جاء بمعظم المرتزقة والعزل الكبير من المرتزقة في الداخل الليبي من جاء بهم هي الحكومة التركية وقعت اتفاق مع فايزو السراج رئيس المجلس الرئاسي رغم كل المؤاخذات ورغم كل المخالفات إلا أن هذا التوقيع وهذه الاتفاقية ما بين تركيا والحكومة الليبية السابقة يعني تتخذها تركيا تاكهة وتستند عليها في مسألة المماطلة في إخراج المرتزقة يعني هناك قوة في الداخل الليبي تعتمد على تركيا اعتماد كامل وترى فيه أن خروج المرتزقة من الداخل الليبي يمكن أن يضعف موقفها أمام القوة الوطنية الليبية وهي كثيرة للغاية هل نفهم أستاذ عبدالستار من هنا بأن المجموعة الليبية 5 زائد 5 المجموعة العسكرية لن تكون واحدة أي القادرة على حسم هذا الملف الأمر يحتاج إلى ضغط دولي ولهذا وجود البعث الهممية اليوم مع لجنة 5 زائد 5 كان مهم للغاية ويحتاج أيضا إلى نوع من الجدية ونوع من المصدقية أن يتم التطرق مع دول الجوار الأفريقي لليبيا تشاد والسودان والنيجر على خروج المرتزقة يعني أن هناك إجراءات عملية تقوم لجنة 5 زائد 5 ببحثها ومع أيضا دعوة دعوة الدوء للأخرى والمقصود بها طبعا تركيا على خروج المرتزقة من الداخل الليبي فاجتماع اليوم أعتقد أنه خطوة من الخطوات التي تتخذ في طريق طويل لإجبار أو إقناع المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط اللازمة لإجبار دولة كتركيا على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية التي جاءت بهم إلى ليبيا نعم شكرا لك أستاذ عبدالستار حتيت الكاتب والمتخصص في الشأن الليبي كنت معنا عبر الهاتف مشاهدين الكرام دعونا نتحول إلى الملف الأخير معنا اليوم في النيل مباشر حيث انطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما والتي تركز على تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها القمة حضوريا منذ تفشي جائحة كورونا ومن المقرر أن تناقش القمة ارتفاع أسعار الطاقة وسبل إنعاش الاقتصاد العالبي والتغلب على تداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا فضلا عن سبل اتخاذ خطوات عاجلة للحد من ارتفاع حرارة الأرض وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث في أشياء الدولي أستاذ جمال أهلا بك أهلا بحضورك كيف أن دم أعلم بكل كيف أستاذ جمال إلى أي مدى ستكون الدول المجتمعة في قمة مجموعة العشرين قادرة على حسم الموضوعات والملفات الموجودة على جدوى أعمالها في هذه القمة يمكن هذه القمة هي بلتألة قمة تثنائية خاصة أنها بتأتي في ظل يعني وجود العديد من التحديات العالمية سواء ما يتعلق بجائحة كورونا أو التغيرات المناخية أو حتى الحزمة الاقتصادية المقبل عليها العالم والتي يعني بنرى تبعاتها في ارتفاع أسعار الطاقة وإلى ذلك وبالتري أنا أعتقد أن القمة تأتي في ظل أحوال أو أجمات مركبة بلغاية وتستوجب أن يكون هناك تجانس ما بين القوى الاختبالية الكبرى ولكن بالأسف أيضا هناك تضارف مطالح ما بين الدول الكبرى مثل الاسم المتحدة الأمريكية الجانب الفرنسي الجانب الفريدي وغيرها أيضا من الدول وبالتري هذا تضارف المطالح أيضا يدعنا يعني نستمع تكره أن يكون هناك حلول حاسمة ولكن ربما يكون هناك تقارب في وجهات المنظر ربما يكون هناك تساغمات فيه قضايا الهامة المتعلقة بالتغارات المناخية بالتحديد خاصة أنه أيضا من كمة المناخية في اسكتلاند يعني كمان أيام قليلة وبالتالي هذا أمر مستطل وهناك أولوية يمكن حتى ما يسرب من البيانة الختامة يعني يشير أن أغلبية النقاط متعلقة بما يتعلق به التغارات المناخية ومجابات التغارات المناخية وفيما يتعلق به تقليل تقدام المخوض الحكوري الحكوري وإلى ذلك وبالتالي أنا أعتقد أن يعني ربما يكون هناك اتفاق على القضية المناخية وهي القضية المتعلقة بالتغارات المناخية بينما تظل باقي القضايا عالقة في ظل هذا تنافس الجاودي وفي ظل اتراع الحكوري أيضا موجود بين القوى نشوك بالنسبة لمكافحة جائحة كورونا والتعاطي مع تداعياتها في رأيك ما الذي يمكن أن يطرح أو يتفق عليه من قبل المجتمعين في قمة العشرين يمكن الدول الكبرى في مجموعة العشرين خاصة من المجتمعين من تحت الأفريكية فراثة تبكرة وغيرها من الدول يعني الغربية بالتحديد وأيضا حتى الصين والهند الجميع الآن استعال يعني يتصدد الجائحة بنوع وإن كانت الهند يعني واجهة بعض العسارات ولكن هي الآن على طريق التصدي ولكن أنا أعتقد أن الأهم أن يعني تنظر مجموعة العشرين لمسؤودياتها تجاه الدول النامية والدول الفقيرة وهذا افتضح فيه كلمات بعض الجعماء الأوروبيين وأعتقد أن أو أتمنى أن تتحول هذا من كلام إلى فعل وأن يكون هناك مجموعة العشرين هاجة في بيانان ختامي أن تدفع بتوزيع اللقاح للدول النامية والدول في منطقة القرن أسلقية بالتحديد بشكل عادل وبشكل منصف قطبا أن في الآخر هذه الدول هي سوق أيضا لفرع القواء العشرين وبالتالي المطلحة متبادلة ولكن أيضا البعد الإنساني يجب أن يكون حاضرا ومجادما على منطق مجموعة العشرين في هذا الشأن بالتحديد تمام أيضا الأوضاع في أفغانستان ستحتل مكانا على طاولة المباحثات بين المجتمعين أو القدر المجتمعين في قمة العشرين إلى أي مدى يمكن أن يطرح من طريقة لتعاطي الدول الكبرى العشرين مع هذا الملف والتطورات الأوضاع في أفغانستان يمكن تطورات الأوضاع في أفغانستان بالفعل يعني أجرت الكثير من المتغيرات يعني هي متغير ضخم ولكن حتى من حولها أشعالت من المزيد من المتغيرات الإقليمية والدولية وتباينة وذات النظر بين الدول الكبرى خاصة مع في ظل الانتحال الأمريكي الذي أيضا كان بشكل أظهر الدول الغربية والقوى الناتو بشكل ربما لم يكن جيدا وبالتالي أنا أعتقد أن أيضا مخاوف من مستقبل أفغانستان والمخاوف من تفريخ أفغانستان لجماعات الرحلية مستقبلية أمر يعني يحظى بإهتمام الكتلة الغربية خاصة أن دولة الإرهاب ظهرة متنامية في العالم الآن ولم يعني أو لم تنحصر حتى الآن وبالتالي أيضا أنا أعتقد أن يعني البحث في جهود انتصاص الأجمع في أفغانستان أفغانستان بشكل كبير كما كان في الماضي احتواء الأزمة أفغانستان هو أمر مهم جدا ويؤثر بشكل مباشر على مجموعة العشرين وإن اختلف توجه النظر في الداخل ولكن يجب أن يكون هناك تفاههم على الأقل فيما يتعلق بمستقبل أفغانستان حتى لا تنفاقها من الأزمة أصدر مجال شكرا لك أستاذ جمال رائف الكاتب والباحث في الشأن الدولي كنت معنا عبر الهاتف وإلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النين مباشر اليوم في الغد إن شاء الله حلقة جديدة حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء